رياح الجدل حول قانون جرائم المعلوماتية مستمرة منذ سنوات لكن بعد عام 2018 تصاعدت الأسئلة حين تم طرحه تحت قبة البرلمان آنذاك الجدل على قانون يواجه صعوبات تشرعية من حيث تداخل بعض بنوده مع قانون العقوبات وتعارضها بذات الوقت مع المادة الثالثة والثمانية من الدستورة التي تكفل حق حرية التعبير وفي لغة العصر الحديث لاستخدام الانترنت فإن المضايقات بشأن حرية الرأي والتعبير والنقد تدخل جميعها في باب قد تستثمره جهات سياسية بما يسهل فرض العقوبة على إبداء الرأي أو التشكيك بمعلومة لأجل التأكد من صدقيتها تأكيد يثبته مختصون في حقوق الإنسان ونشطون واجهة عديد منهم تقييدا لحرياتهم في التعبير أو الرأي والصحافة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتضمن قانون جرائم المعلوماتية أكثر من 20 مادة أدرجت تحتها فقرات عدة نصت جميعها على عقوبات متفاودة تصل للحبس 30 عاما وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار عراقي وركزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة ومن أبرز المؤخذات على القانون المطروح هو منح السلطات إمكانية محاكمة المدونين على قضايا مثل إنشاء حسابات إلكترونية بأسماء غير الأسماء الحقيقية لأصحابها وعدم التفريق بين الانتقاد والسب للشخصيات العامة والمؤسسات وكذلك تقييد الوصول للمعلومات وحق نشرها وخاصة فيما يتعلق بقضايا الفساد ويؤكد محامون ومختصون أن الفقرات فضفاضة قابلة للتأويل مثل ما يتعلق بعبارة الاعتداء اللفظي على مؤسسات الدولة التي وردت بالقانون قانون يعيد فورة الغضب بين الأوساط الشعبية والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني تماما كما أعاد الجدل لألية تشريعه بما يكفل حقوق الإنسان في العراق سيم أن البلد متأخرة في تصنيفات قوائم حرية التعبير بالإضافة إلى أن الديمقراطية العراقية لا زالت ضمن آليات المحاصصة والتصورات المكوناتية ولا يمكن أن تحسب على الديمقراطية الحديثة التي ترتكز على قوة المؤسسات وأدبيات الدولة الحديثة